لم فجأة او غرابة في معترك السياسة والديبلوماسية جديدها قراءة توقعات بتقارب ايراني سعودي يلقى ترحيبا من طهران الهدف الاسمى للبلدين الوصول الى حالة استقرار اقليمي امريكا من جهتها وصفت محادثات فيينا بالبناء ما يمهد العودة الى الاتفاق النووي الاتفاق الذي احدث جلبة في المنطقة في الامنة الاخيرة سيما ما يتعلق في الساحة العراقية التي كانت هدفا لتصفية حسابات لا يأكل نصيبها موتا غير العراقي واشنطن لن ترفع العقوبات عن طهران ما لم تتواجد الثقة بين ادارتين البلدين بايدن الذي يمثل توجها في المحاة العربي نحو الاستقرار والهدوء والتوافق يواجه تقارير كشفها موقع اكسيوس بطلب اسرائيل عدم تخفيف الضغط على ايران في الحالتين فان الولايات المتحدة تجد في محادثات فيانا الفائدة الاكبر بالزام طهران على شروط الاتفاق النووي الصورة بالوانها الضبابية لم تتضح بعد فيما يخص العراق من تدعيات التقارب في المنطقة سيما مع ايران التي يرى محللون ضلوعها في تحريك احجار الشطرانج لصالحها في كل مرة ارادت ان ترغم امريكا على شروطها سيما رفع العقوبات يتأكد ذلك من خلال ميليشياتها المسلحة في العراق وهذا قول تدرسه بتماع مراكز الدراسات السياسية في العالم الغربي في حال حدوث التقارب السعودي الايراني فان مناقبين دوليين يرون ان الفائدة الاكبر للمنطقة تاتي برسم خطوط التهديئة من جديد وخصوصا ما سينعكس على الواقع العراقي سياسيا وامنيا بما يخفف وطأة الخروج عن القانون على يد ميليشيات موالية لطهران